تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في مسعى للطرفين إلى بسط مزيد من النفوذ على مناطق جديدة والفتورة الإنسانية من دماء السودانيين في زيادة بعد القصف الذي استادف أمدرمان وكما في الميدان ثمت اشتباكات في البيانات الدعم السريع الذي جدد اتهام الجيش باستهداف المدنيين فيما يرد الجيش بنفي تنفيذ أي غارة جوية في أمدرمان أمس ويقول إنه لم يتعامل إطلاقا مع أي هداف معادية في المدينة ويتهم من سمهم بالميليشيات المتمردة بقصف مناطق سكنية بتزامن مع تحليق الطائرات الحربية التابعة لها وأمام المشهد الميداني تطلق الأمم المتحدة مجددا نداءات لوقف الحرب مشيرة إلى أن البلاد أصبحت على حافة حرب أهلية شاملة التحذيرات الأممية جاءت على لسان الأمين العام للمنظمة أنتونيو جوتاريش الذي أكد أن الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد يتجاوز حدود السودان ويؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وعلى صعيد الحراك السياسي لوقف النزيف تعلن القاهرة استضافة مؤتمر قمة لدول الجوار جوار السودان في الثالث عشر من الشهر المقبل يشارك فيه قادة من الدول المجاورة والإقليم العنوان الأبرز للنقاش حسب ما هو معلن يتمحور حول بحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى نناقش في هذه الحلقة مصير الاقتتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في ظل التحذير الأممي من حرب أهلية شاملة كما نناقش تداعيات الاقتتال على دول الجوار خاصة جنوب السودان وتشاد وريتريا وغيرها ونبحث في حظوظ نجاح مؤتمر القاهرة المرتقب لدول جوار السودان في إنهاء الأزمة كل ذلك نناقشه مع ضيوفنا سيكون معنا من واشنطن عبر سكايب كاميرون هادسون الدبلوماسي الأمريكي السابق وكبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن من أنقرة عبر سكايب أيضا إبراهيم ناصر رئيس منصة الدراسات الأمنية وأبحاث السلام وسيكون معنا من القاهرة السفير محمد برددين زايد مساعد وزير الخارجي المصري الأسبق للشؤون العربية وشؤون دول الجوار وأرحب بكم ضيوفنا الكرام جميعا أبدأ مع سيد إبراهيم ناصر وأبدأ من نقطة التحذير الأممي من أن تتحول الأمور في السودان إلى حرب أهلية شاملة حسب تعبير أنتونيو جوتيريش قد تصل تدعيتها إلى دول الجوار هل طرفاء النزاع في السودان الآن مدركان لمدى خطورة ما يحصل وإلى أي مدى قد تصل الأمور أو تتدهور الأمور في السودان ليس فقط في السودان بل وفي دول الجوار هل مدركون لذلك نعم أولا أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام نعم طبعا الأزمة السودانية بحكم التشابك الحاصل بين السودان ومحيطه من ناحية قبلية ومن ناحية أمنية أعتقد أن في حال تطاول أمد هذه الحرب من المؤكد ستكون لها تدعيات على دول المحيط وخصوصا دول كجنوب السودان التي انفصلت من السودان ولها تشابكات مع السودان من ناحية أمنية ولها ارتباطات اقتصادية مع السودان فضلا عن تشادة التي هي أيضا تربط السودان بعض القبائل السودانية لها امتدادات في تشاد ولها مصالحة ربما تتأثر وهذا ربما سيجمع لكل دول الإقليم لذلك أعتقد أن الأزمة السودانية في حال تطاول أمدها من الوقت سيكون لها تشضيات وارتدادات على كل دول الإقليم من الدول التي مؤكد مهتمة بما يحصل في السودان وارتدادات ما يحصل في السودان تؤثر عليها بشكل مباشر هي مصر لذلك أسألك سعادة السفير محمد بادر الدين هل مصر مدركة لخطر ما يحصل في سودان الآن وكيف قد يؤثر ما يحصل هناك إن طال أمده على أمنها القومي عوالا أهلا وسهلا بكم وزملاء العزاء في هذا اللقاء طبيعي أن مصر تدرك بوضوح أن هناك خطور مخاطر شديدة في الوضع السوداني طبعا كلنا نعلم وزير بين البديهيات التي ليست بحاجة للشرح أن هناك روابط وصيقة بين مصر والسودان هناك حدود ضخمة مبتدة بين البلدين هناك علاقات تاريخية وتصاهر طويل للغاية هناك مصالح اقتصادية ومصالح سياسية وهناك نهر النيل الذي يربط البلدين بمصالح وروابط أزلية عندما بدأت الأحداث في السودان مصر طبعا عربت عن قلقها من هذه التداعيات هذه الحرب لأكثر من مستوى فيما يتعلق بالمعابر المشتركة بين البلدين فيما يتعلق ودي أقل الأشياء خطورة بالنسبة لقلق مصر الرئيسي حول وحدة السودان وتماسكه نعرف أن هذه الحرب حرب معقدة للغاية أو هذا الصراع صراع معقد للغاية أنه عندما تكون هناك قوتين مسلحتين في دولة ما أنه فرص اندلاع الصراع بينهما فرص متزايدة الوضع في السودان له خصوصية خاصة ضيفك العزيز المتحدث السابق تحدث عن الروابط مثلا مع دولة شاد والامتداد القبلي بين بعض القبائل السودانية والقبائل التشادية كل هذا بطبيعة الحال له تأثيرات كبيرة جدا ونعرف أصلا أنه الأوضاع في السودان فيها قدر من الهشاشة كان هناك صراع تاريخي ممتد في درفور لعدة سنوات وهذا الصراع بالكاد مجمد الآن على تسويات مؤقتة وليست نهائية هناك مشاكل سننقش هذه أقل قتل أخرى سعدة السفير أريد فقط أن أسمع أيضا إلى رأي ضيفنا في واشنطن سيد كاميرون هادسون لا يملك المرأة سيد هادسون إلا أن يتساءل عن مدى إدراك أو عدم إدراك واشنطن لخطورة ما يحدث في السودان خصوصا في ضوء ما فهم على أنه ربما ارتباك أمريكي أو عدم وجود رؤية واضحة لواشنطن فيما يتعلق بما يحصل في السودان وغياب الدور تبعا لذلك طبعا غياب الدور الأمريكي لما يحصل هناك أعتقد أن هذا صحيح أن ترى واشنطن تستجيب للأحداث التي تجعل الأرض ولكنها لا تحاول أن تؤثر لتلك الأحداث على واقع أنها تستجيب وكلاست لديها استراتيجية للإطلاق وهذا أمر بالغ الوضوح وبغياب استراتيجية أننا نرى دولا مثل مصر ودول الإيغاد هي الإيغاد التنمية تدخل لملء هذا الفراغ نرى أن الدول المجاورة والدول الإقليمية تقوم بدور أكبر في غياب واشنطن وهذا أمر بعثنا على القلق البالغ لأن الدور الدبلوماسي التقليدي لواشنطن حتى إن لم تكن لبدو أحدثه هيئة النتائج الأخيرية في السودان فكانت مقدورية أن تعقد تآلوفا ائتلافا واسعا من الدول لمحاولات بذل ضغوط على الدول ودعم عملية السلام فعل ذلك منذ عشرين عاما باتفاق السلام الشامل وفعل ذلك في دارفور منذ خمسة عشر عاما ونحن نرى إذن واشنطن غائبة إلى حد كبير وهذا الغياب ملموس خلال الأسبوع الأخيرة لكننا نبغي أن ننسى أن قامت واشنطن بدورا في مفاوضات جدة مع السعودية لكن لم تفضي إلى شيء لكن لابد أن نسأل نفسنا إذا ما كان لواشنطن لها نفس المستوى من التأثير والنفوذ على الأعداد التي تجد في سلام مثل ما كان لها في ذلك على مدى التاريخ والإجابة على هذا بكل صراحة أنه كلا إذن مع السعودية والإمارات ومصر وتركيا هناك فعيلون كثيرون الدبلوماسيين اللي لعبون بدورا دبلوماسيين ونرى أثر واشنطن أن يتأكل على مر الزمن نعم أعود لأنقرة وأسألك سيد إبراهيم ناصر كما أشار ضيفنا في واشنطن تعدد المبادرات وكثرة الوساطات ودول عديدة تحاول أن تدلو بدلوها فيما يتعلق بمحصل في السودان لتضع حدا لهذه الحرب وتحاول إيجاد اتفاق لوقفة لقنار ولكن كلها تقريبا فشلت أو حتى اللحظة لم تنجح حتى اللحظة أين يكمن الخلل أين تكمن المشكلة طيب أولا بالنسبة للدور الأمريكي تجاه الأزمة السودانية مشكلته الأساسية هي دور الوكلاء يعني أمريكا لا تتعامل مع الأزمة السودانية بصورة مباشرة إنما تحاول أن توظف دول لها تأثيرها في الداخل السوداني وتحاول أن تستفيد من تأثيرها لنقوم لأنكم مباشرين من هم الوكلاء في هذه الحالة السعودية في المقام الأول والإمارات العربية المتحدة وكذلك مصر في المقام الأخير لذلك أعتقد أن الدور الأمريكي لم يكن واضحا ولم تكن هناك رؤية واضح تجاه الأزمة السودانية يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر لحظة مفارقة تستطيع من خلالها أن تضغط على الأطراف وتجعل من المشهد السوداني تشكل حسب سيطراتيتها التخوفات الأمريكية هي أن لا يكون هناك تواجد روسي في المنطقة أن لا يكون هناك دول لا تستطيع أن تسيطر على دورها في حيال هذه الأزمة خصوصا تركيا على سبيل المثال لذلك مسألة الولايات المتحدة الأمريكية عدم تجاوبها مع الأزمة يأتي في إطار توظيف الوكلاء في عملية التعامل مع هذه الأزمة والخلل يقمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أوراق في الداخل السوداني سوى أن تمارس الضغط أو أن توظف ورقة العقوبات للأطراف وهذه لم تبدو مجدية باعتبار أن السودان كان يرزح تحت عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية للسنوات الطويلة لذلك تناقض الوكلاء ما يجعل الدولة الأمريكية أيضا قليل ولا يستطيع أن تلسم المشهد وأن تتبنى رؤية واضحة تجاه الأزمة السودانية بعكس ما فعلته في الأزمة الأثيوبية كانت أمريكا حاضرة ووصلت الأزمة الأثيوبية إلى نوع من التوافق بين الطرفين وأظهرت حالة من الإنخراط القوي في الأزمة الأثيوبية لكن الواقع في الأزمة السودانية مختلف لأن الأطراف التي دخلت بفقلها في الأزمة السودانية فيها أولوياتها متغايرة ومختلفة لذلك الدولة الأمريكية ركز على تعبير الوكلاء وأنقل هذه الفكرة لضيفنا في القاهرة سعادة السفير محمد بدر الدين هل دور مصر الآن خصوصا فيما يتعلق بالقمة التي ستعقد في القاهرة في منتصف هذا الشهر لدول جوار السودان هل هو دور مصري أصيل أنفقت وكان الولايات المتحدة لمحاولة إيجاد حل في السودان الحقيقة أنا مختلف تماما مع هذا الطرح عاز دور مصر أصيل وأنا أريد أن أرجع بس بعض الشيء لما حدث السودان مر بظروف وتحديات صعبة بسنوات طويلة خلال هذه السنوات كانت هناك أزمة في درفور وكانت هناك أزمة جنوب السودان لم أسمع أبدا أن الولايات المتحدة طرفا فاعلا رئيسيا في الوساطة ليس صحيحا أن الولايات المتحدة كانت تلعب دورا مهما وتراجع الولايات المتحدة دورها أصلا محدود بعض الشيء في السودان منذ البداية وهذه نقطة يجب أن نتذكرها وقد يكون هذا في بعض في جزء من أبعاده بعض من تراجع الدور الأمريكي عموما دوليا وليس بالضرورة مسألة تتعلق بعدم أهمية السودان هذا فيما يتعلق بالدور الأمريكي فيما يتعلق بالدور المصري الذي أكتب أنه دور المصري سيد العزيز اسمح لي أوضح لا أنا أريدك أن توضح ولكن نركز فقط الدور المصري تأخر اسمح لي الدور المصري تأخر بالعكس لأن مصر عندما بدأت الأزمة طرحت مبادرة للتحرك وطرحت واتصلت بالطرفين وكانت هناك تصالات مصرية جنوب سودانية بحكم أن هناك مصالح كبيرة تربط الأطراف الثلاث جنوب السودان كان تاريخيا جزءا من السودان ومعروف علاقاته الوثيقة مع السودان أو المصالح المشتركة والمصالح المصرية مع الطرفين وكانت هناك تصالات مصرية جنوب سودانية لمحاولة المساعدة ثم جاءت التحرك الأمريكي السعودي اعتدت مصر في هذه المسائل يعني زحمة المبادرات لا تصلح وليست الحل الناجح يعني لو أنه كانت السعودية جدة تستضيف اتصالات سعودية أمريكية أو جهود سعودية أمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار توقفت الجهود المصرية بطبيعة الحال والأطراف الأخرى لأن هدف الجميع هو وقف إطلاق النار وإخراج سودان هذه الأزمة وليست تنافس مع أحد يعني هذا المنطلق أصلا مضلل للغاية وبالتالي عندما توقفت الجهود السعودية الأمريكية بدأت الجهود المصرية مرة أخرى بمنظور شامل أرجو العودة إلى البيان الصدر على الرئاسة الجمهورية اليوم البيانة تحدث عن أمرين أمرين مهمين ألية شاملة ولا يتحدث عن وقف إطلاق النار هناك من نهج في التفاوض أو في حل التسويات المنزعات السلمية ولا أقول أن هذا النهج أفضل أو هذا النهج هو الآخر عكسه والأفضل النهج الذي اتبع من قبل كان ما نسميه نهج الخطوة خطوة والطرح البصر أن يركز على ألية شاملة البدء بوقف إطلاق النار نعم نحن نتحدث عن ألية شاملة أنا طبعا مساعد وزيخ خرجية سابق أنا أرجو أن أوضح هذا لأن أنا طرحت رأي عالنا أي تسوية لا تسمي إنهاء مشكلة ازدواجية السلاح في الشأن السوداني لن يكون مقدرا لها أن تستمر وبالتالي أعتقد أنه أي حديث عن تسوية للوضع الخطير الذي يهدد السوداني الآن يجب أن ينطلق من ضرورة وجود ألية شاملة للتعامل مع الوضع جيد جدا فقط نتحدث مع الضيوف الآخرين النقطة الثانية التي أشرت إليها في بيان مصري ألية شاملة رقم واحد رقم ثانية النقطة الثانية المهمة هي مسألة الأمن لجيران السودان طيب أعود إلى ضيفنا في الولايات المتحدة وهذه محاور هذا المؤتمر أمن دول الجوار سأتترق إلى هذه النقطة ولكن أود أن أسأل أيضا ضيفنا في الولايات المتحدة السيد هادسون عن كل هذه المبادرات والأساطات التي حصلت ولا أتحدث بالتحديد الآن عن الدورة الأمريكية كل المبادرات التي حصلت في الإقليم لم تجد طريقا للحل في قراءتك هل لعدم جدية الأطراف الطرفين المتصرعين في السودان أم لضعف المبادرات المطروحة وعدم قدراتها على التعاطي مع ما يحصل في السودان خصوصا أشير إلى النقطة التي أشار إليها سعادة السفير حينما يقول أنه يجب أن تكون هناك آلية شاملة للحل في السودان وليس خطوة خطوة أو التدرج في الوصول إلى الحل وهذا هو الطرح المصري الآن أعتقد أن أنت محق في أنه كان هناك نهج أو مقربة غير منظمة للتوسط وكلها مزيج من العوامل في واقع الأمر أعتقد أن الطرفين غير مهتمين بأي وساطة رأينا ذلك 15 أو 16 اتفاق لوقف إطلاق النار على مدى الشهرين الماضيين وكنا لم تستمر أي منها وهذا يقيس الطرفين مستعدان لا يستجبان أنهم مستعدان للحديث لكنهم ليس جدين في المفاوضات يقولون أنهم يفعلون ذلك لتلبية المطالب للمحادثات ولن تكون هناك جدية وراء هذه المحادثات أعتقد أن هذا جزء من المشكلة وأعتقد أن جزء المجتمع الدولي ومن منظور واشنطن أنهم لا يعرفون إلى من يتحدثون لهم انتخادات كثيرة لأنها يتحاورون فقط مع القادة العسكريين بين الطرفين وكلما فعلوا ذلك كلما نزعوا الشرعية من الطبقة المدنية والزعماء المدنيين من المجتمع المدني وأعتقد أن حقيقة الأمر في هنا نحن بحاجة أن نخطط اليوم حينما يكونوا بالمقدور المدنيين تولوا زمام السلطة ولكن لابد أن نخطط كذلك إلى كيف سبوا لإنهاء هذا العرف المدنيين لن يستطيعوا أن يمسكوا بزمام السلطة ما لم يتوقفوا العرف إذن لابد من نهج واقعي ويتمثلوا أن نعملوا على مسارين المسار الأول لابد أن نتحاور مع القادة العسكريين ونجد السبيل لإنهاء إصراء ولكن بحاجة كذلك لأن ننخلط ونتحاور مع الجيل القادم من القادة المدنيين الذين سوف يكونوا مقدورهم أن يتدخلوا وأن يتولوا زمام الأمور في البلاد رأينا هنا أمر هنا على مدى الأيام لما تعيق مكاسب كثيرة للحاول على خارطوم القوات الجيش السدنية وأسمع ربما يستغرقوا أيام أياما معدودة أو أسبوعين أو أسبوعين أو أسبوعين قبل أن يتمكن الجيش أن يتولى على السيطرة على خارطوم لا أعرف إن كان ذلك صحيحا أم لا لكن إذا كان ذلك صحيح فلابد أن يجلي حوار في الوقت الحالي حول إدماج إدراج إشراك المدنيين في ذلك كانوا بحاجة إذن لمسارين مقربة لمسارين إذا هذا الصراع في الوقت الحالي واضح إذن ضيفنا في واشنطن يتحدث عن مسارين حوار بين القادة وحوار بإشراك المدنيين ضيفنا في القاهرة يتحدث عن وهذا الطرح المصري آلية شاملة وضمان أمن دول الجوار هذه كل أفكار مطروحة سيد إبراهيم ناصر الآن لحل الأزمة وهناك غدا اجتماع للجنة الرباعية في أدي سببا والجماع القمة في القاهرة يوم الثالث عشر هل هناك شيء منطقي مطروحة الآن فعليا لحل هذه الأزمة أخذنا بعد اعتبار الأفكار التي طرحت الآن في البرنامج هل هناك شيء يمكن أن يخط الطريق للحل في السودان نعم عظيم طيب ولو فيما يخص الطرح الأمريكي في التعامل مع الأزمة في استناقض في أولويات الإدارة الأمريكية هل هي تشكيل حكومة مدنية أم إيقاف الحرب عندما تتعارض هذه الأولويات نلاحظ أن التحرك الأمريكي تجاه الأزمة غير مجدي لذلك لا بد من أن تتحرك أو تتمرحل أمريكا في التعاطي مع هذه الأزمة أولا لا بد من أن تكون لها موقف واضح من عملية إيقاف الحرب أن تضغط على الأطراف أن تسكي الصوت البنادق ومن ثم تناديم الحل السياسي وتشرك القوى المدنية هذا من جانب بالنسبة للرؤية المصرية في التعامل مع الأزمة أنا أعتقد هي عقلانية وهذا أمر مهم عملية فشل الهدن السابقة سببها كان سبب رئيسي عدم وجود آلية لمراقبة الهدن من الذي يخترق هذه الهدن لذلك وجود آلية شاملة في عملية مراقبة الخروقات أعتقد أنها ستفلح في عملية المحافظة على هدن طويلة الأجر ومن ثم المناقشة في قضايا أساسية الضيفة الكريمة والسيد السفير أشار إلى جزئية مهمة أن يكون هناك جيش موحد سوداني في عملية التعامل أو تمثيل للقوى المعسكرية في جيش واحد سوداني يمثل كل المكونات السوداني هذه أولوية لعملية لكي لا تتكرر الأزمة السودانية لذلك مسألة متعدد الجيوش هي المعضلة الأساسية والتي جعلت الصراع يتواصل أو يطيل أمد لذلك مسألة الدمج الجيوش وإشراك المكونات العسكرية في رؤية السياسية موحدة دون أن يكون هناك جيش مؤذج تسيطر عليه جهة أو يكون هناك جيش عائلة تتسيطر عليه عائلة هذا أمر طبعا ما جعل الوضع معقد تحدث عن الرؤية الأمريكية والرؤية المصرية ماذا عن اللجنة الرباعية التي ستعقد الجماع لها غدا في أدي ساببه وود أن أسألك عن موقف البرهان الجيش من قيادة كينيا لهذه اللجنة نعم جيد عظيم كنت سأتي إلى الدور الأفريقي المشكلة الأفارقة أن هناك حالة من التباين داخل البيت الأفريقي الاتحاد الأفريقي معلق عضوية السودان ولا يستطيع أن يتعامل مع الأزمة السودانية بأرايحية باعتبار أن السودان جمدت عضويته لذلك الاتحاد الأفريقي تحركاته لن تغضي إلى تحرك أو لحل واضح المعضلة التي تواجهها منظمة الإيقات هي موقف كينيا كينيا موقفها غير واضح تحاول أن تفرض رؤاها دون أن تستشير السودان دون أن تستشير الطرف الشرعي وهو الجيش السوداني لذلك ما لم يكن هناك إشراك للجيش السوداني وللحكومة الشرعية في رأيها تجاه التعامل مع الأزمة وأن يكون هناك تعامل مع الواقع السوداني بواقعية دون أن يكون هناك ضغط على طرف من الأطراف ووصم الجيش السوداني بأنه يخرق يهرق الهدى وأنه يرتكب الخروقات بحق المواطن السوداني لذلك الموقف الكيني ما لم يتراجع ويكون فيه نوع من الواقعية وأن يكون هناك طرح موضوعي للموقف الكيني لا أعتقد أن الإيقادة ستفلح في عملية إيجاد حلول السوداني سعادة السفير صحيفة العرب الجديد نقلت عن ديبلوماسي مصري فضل عدم ذكر اسمه قوله أن تأخر الدور المصري أو تراجع الدور المصري كان مرده وجود أطراف تعرقل دورا فعالا لمصر في حل الأزمة في السودان هل توافق على هذا الكلام وإن كانت ذلك معلومات بخصوصه أفدنا بها عندما بدأت الأزمة وبدأ الصراع كان لمصر تحرك فوري بمحاولة المساعدة في الخروج من هذا المأذر ثم اندفعت كما ذكرت سيادتك في بداية الحديث اندفعت عديد من المبادرات هناك تقاليد مصرية عندما تقسر المبادرات وإحنا عارفين وكان أغلب هذه المبادرات كان يبدو للمراقب الموضوعي أنه ستسير في طريق مسدود إنما ليست مهمة يعني ليس من الحكمة الوقوف ضدها ومزحمتها فتريست مصر بعض الشيء انتظرت حتى يثبت أن هذه المبادرات والمواقف المبنية على حسابات بعضها ضيق وبعضها حسن النية ولكن لم تتح له الظروف فانتظرت بعض الشيء فهذا التأخر في جزء منه نتيجة أنه في بعض الأطراف إحنا لا ننسى أن مصر ليست عضو في الإيجاد إحنا برضو عشان نتذكر هذا في كثير من الخطط التحرك الإفريقية تجاهل الاتحاد الإفريقي أحيانا مصالح الدول المعنية مباشرة بالأزمات وده بيسبب أنه الاتحاد الإفريقي يعجز عن المساهمة الجادة في تسوية هذه الأزمات وزي ما ذكر المتحدث السابق مشكورا أستاذ نصر مجرد تعليق عضوية السودان هو جعل الاتحاد الإفريقي عاجزا أن يكون له دور حقيقي وفعال في عمليات الوساطة حتى فارغت بشكل جيد هل العقلة حدثت من الإيجاد من الدول الأفريقية؟ هو الإيجاد مصر ليست عضو فيها مفهوم لأنها ليست عضو ربما حاولت تلك الدول حقلت الدور المصري لأنها خارج المنظومة نعم بص سيدي عندما حدثت أزمة درفور في السابق وحدثت العديد من الأزمات في السودان وفي ظل نظام البشير بعلاقاته المؤقدة مع مصر وروابته مع تنظيمات الإسلام السياسي حدث تباعد للدور المصري عن مساهمة في حل مشاكل السودان بسبب هذه الأوضاع الإقليمية وبسبب مواقف النظام الرئيس السابق البشير وبالتالي ولم يكن هذا لا لصالح مصر ولا لصالح السودان زي ما قلنا البلدان تربطهم مصالح وعلاقات قوية جدا وأكثر دولة وأنا أزعم هذا ليس لأني مصري إنما أكثر دولة ستحرص على مصالح السودان ومستقبله هي مصر وبالتالي الذين يعرقلون يعرقلون لحسابات ضايقة مفهوم شكرا جزيلا لك سعدة سفير محمد بدر الدين زايد أؤكد على نقطة سمعني للشؤون للأسف لم يبقى لدي وقت يجب أن نتوقف هنا للشؤون العربية وشؤون دول الجوار وشكرا أيضا لضيفنا من أنقرة الأستاذ إبراهيم ناصر رئيس منصة الدراسات الأمنية وإبحاث السلام ومن واشنطن شكرا لكاميرون هادسون الدبلوماسي الأمريكي السابق وكبير الباحثين في مركز الدراسات السراتيجية والدولية في العاصمة الأمريكية اشتركوا في القناة